الإدارة العامة للمصادر كانت وجهة وزيرة التربية ويصلاح النظام التعليمي هدى باباه بغية للطلاع ميدانياً على مهام هذه الإدارة وما تقدمه من خدمات وفي هذا اللقاء مع الطاقم الإداري والتاطيري قدم المدير العام للإدارة العامة للمصادر السالك الجد عرضاً تطرق فيه للمهام الأساسية لهذه الإدارة المتمثلة في تصميم وتنفيذ الإجراءات وقواعد إدارة الشؤون الموظفين وتسيير وصيانة البنى التحتية والممتلكات التابعة للوزارة كما عينت الوزيرة سير عمل إدارة الأملاك والصيانة حيث استمعت إلى شروح قدمها مدير الإدارة عبدالله صاو تناول فيه الأهداف المتمثلة في إعداد الحاجيات من الأقسام الدراسية والطاولات بمختلف أحجامها وما تتطلبه البنى التحتية المدرسية من حاجيات وخلال محطة هذه الزيارة دعت الوزيرة إلى تسهيل نفاذ المراجعين للخدمات واحترام النصوص خاصة ما يتعلق منها بالتحويلات والترقيات والتطبيق الصالم لها في ظل وجود منصة لاستقبال الترقيات والتحويلات وحست على ضرورة تطبيق آليات للمتابعة والتقويم بنسبة إلى أشخاص وذلك من خلال تقديم كل الأعمال ورفع البيانات والتقارير بصفة دورية واحترام الشفافية في تسهيل الممتلكات العمومية والتدرج في الوظيفة حسب المهنية والمردودية والتفاني والإخلاص في العمل